سرق موظف يبلغ من العمر 29 عاما في مطار سياتل تاكوما بالولايات المتحدة سرق طائرة ركاب وبعد فترة سقطت في البحر على بعد 50 كم من المطار لقي السارق حتفه وحيدا لأن الطائرة كانت خالية من الركاب مراقب الحركة الجوية حاولوا إقناع الموظف بالهبوط ومساعدته على ذلك لكنهم لم يفلحوا الشرطة المحلية أشارت إلى عدم ارتباط الحادث بالإرهاب سرق الطائرة أراد الانتحار على الأغلب ولم يكن يريد إلحاق الأذى بأناس آخرين هو أحد السكان المحليين وقام بفعلته وحيدا بعد الإقلاع تدخلت طائرتان عسكريتان لمنع سقوط الطائرة على مناطق مأهولة وقد لقي السارق حتفه بعد سقوط الطائرة على الأغلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر